السؤال الثاني إذا كان الإنسان تطور من القرود فمتى حدث ذلك وكم عام استغرق التطور والسؤال الأهم لماذا توقف التطور ولماذا الإنسان بالذات تطور في حين بقت الكائنات الحية الأخرى لم تتطور هو بالحقيقة يجاوب على السؤال وإذا كانت قد تطورت هي أيضا فلماذا توقفت أيضا عن التطور فهو بقول بعدين إذا انتبهت الإجابة ليس من أشباه القرود الله خلقنا على صورته ومثاله وشكرا على هذه المحاضرات والتفاعلات الجميلة هل في تعليق زيادة على هذا الموضوع آه في تعليق إنه الخلق الله لما خلق خلق كجنسيه 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 فالله لما خلق مثلا دبابات الأرض هاخد مثال بالدوغ الكلاب الله لما خلق ما خلقش متين نوع من الكلاب الله خلق الزئب والزئبة اللي فيهم الصفات الوراثية اللي هم رأس العيلة بتاعت الكنين دولة اللي هم الكلاب وعلى مدى الزمن بتتشكل بأشكال مختلفة عارف زي دلوقتي التهجين بتاع الكلاب تاريخه حوالي 300 سنة وعندنا أكتر من 300 نوع من الكلاب بس كلهم كلاب محدش منهم بقى قطة محدش منهم بقى أسد تمام فداخل المجموعة الوحدة فيه اختلافات بتحصل ده طبيعي وده ماشي مع الخلق الكتابي الفكرة أنه الكلاب مش هتبقى قطط أو مش هتبقى طائر مثلا مش ممكن لكن الله خلقه كجنسيه 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 وداخل المجموعة الوحدة فيه تاخل تحولات بالنسبة لتطور الإنسان طبعا ده كلام مش مسبوط علميا بالمرة برغم أنه بيدرس في المدارس وجامعات لكن فيه مشكلة ضخمة جدا وما بيقولون فيه جد تخيولي أعظم فرع تفرع للأرود والنسانيس وفرع تفرع للإنسان بمراحل مختلفة مفيش حلقات متوسطة لأنه عشان تتحول من حاجة للي بعدها هيبقى فيه مرحلة واخدى الصفات للمرحلة اللي قبلها وللي بعدها مفيش الحلقات المتوسطة دي في سجل الحفريات طبعا ده موضوع ضخم قوي لكن دي الإجابة السريعة أيوة لا هو قصد يمكن أن الحيوانات ما عملتش إشي زيادة ضلت حيوانات لكن الإنسان طور لأنه على صورة الله مبدع ويخلق اليوم يعني بتشوف التطورات الهائلة والإمكانيات الهائلة يعني الإنسان طلع على القمر أو عم بيصل لمارز إلى آخره فإنه هذا يمكن قصد أنه عقليا الإنسان بيطور لأنه عنده روح الإبداع والخلق لأنه مخلوق على صورة الله بالضبط كده وبالإضافة لأن الإنسان الأول كان زكي جدا فبنوا الأهرامات وحركوا حجارة ضخمة جدا وعملوا مأسات فالإنسان الأول ما كانش بدائي متخلف ده كان عنده قمة الحضارة وقمة القدرة ما عندهش كمبيوتر وما عندهش الزوم اللي احنا بنستخدمه دلوقتي أنا وإنت عشان أتواصل لكنه عنده من الكفاءات والذكاء العالي جدا جدا أنا عندي محاضرة كاملة عن الإنسان الأول وذكاء الإنسان الأول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة